انا عايز اقولك ان الكوات الروسية اللي موجودة في بيلا روسيا بتعمل مناورات كبيرة جدا على حسب بوكالة انترفاكس اللي نقلت منها رويترز الخبر ده ان الكوات الروسية بتعمل مناورات ضخمة جدا مع زيارة بوتر نصر ده دليل ان الكوات الروسية هتخش من عند بيلا روسيا مش كده كل الامور بتدور على كده بس نيو هكتعمز عندها رواية تانية بتقولك مينفعش ليه سيبك ان المخابرات الامريكية بتكدب حاجة زي كده يعني بيلا روسيا مش هتخش الحرب او كوات الروسية هتخش من عند بيلا روسيا هيكون امر صعب ليه لان زي ما الكوات الروسية وانا جبت لحضرتك المقالة دي في نيويورك تايمز بتقولك الكوات الروسية بيبنوا خنادق في المناطق اللي بينسحوا منها خاصة في خيرسون وبيبنوا خنادق خلف الخطوط الهجوم سامنينها ترانشز اوكرانيا عاملة كده في حدود بيلا روسيا ومن ساعة ما القوات الروسية هجمت من حدود بيلاروسيا وانسحبت القوات الاوكرانية بتبني زي حصون جمدة جدا على طول الخطوط الشمالية وبخليها الحدود الشمالية بالنسبة لأوكرانيا على أتم الاستعداد لأي غزو من بيلاروسيا فلو غزو من بيلاروسيا يجب بناء جسور يجب الاستعداد بشكل كبير جدا هيكون سهل جدا رصد الاستعدادات العسكرية دي وتم رصدها من المخابرات الأمريكية وهو ما لم ترصدوا المخابرات لحد بالوقت انت محتاج تبني الجسور بقى اللي ضمرتها اوكرانيا محتاج ان انت بتعمل استعدادات ضخمة جدا غير الاستعدادات اللي انت بتشوفها طيب سؤال بقى سؤال منطقي يعني طب ليه الروس عاملين يعملوا الهلومة دي هم وبيلاروسيا في الحد ايه قالك والله هي لسان بسيط هم مش لازم يخدوا حرب هم ممكن يعملوا الشور اللي حضراتك بتشوفه ده عشان يخلوا الجانب الاوكراني يسحى قواته من الشرق يعني كله مطلوب من بيلاروسيا الشور اللي حولك شايف بس كتل